لا تكاد أزمة تنتهي أو تخمد نارها حتى تشتعل أخرى بين العضوين في الناتو المتصارعين خارجه تركيا واليونان أزمات قديمة تتجدد لا بل وتزداد عمقا تتهم أنقرة اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجا وترى الأمر انتهاكا لمعاهدتين تنظمان الوضع في الجزر وهدد وزير الخارجية التركي مولود شوش أغلو بالتشكيك في سيادة أثناء إذا استمر التسليح اتهامات الوزير أكدها الرئيس التركي رجل طيب أردوغان بإعلانه أنه لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين غير صادقين وأوقف العمل باتفاق للتعاون الثنائي يعرف باسم المجلس الاستراتيجي الأعلى مع اليونان أبلغت وزير خارجياتنا بالأمس وقطعنا اجتماعات آلية مجلسنا الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان ألا تتعلمون أي دروس من التاريخ؟ أين كنتم في الماضي وأين أنتم الآن؟ ثم تبدأون في البكاء والنحيب؟ لا تحاولوا اللعب مع تركيا قبل أسبوع قال أردوغان أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس لم يعد موجودا بالنسبة له واتهمه بمحاولة عرقلة بيع طائرات F-16 لتركيا خلال زيارة إلى الولايات المتحدة صعدت تركيا انتقاداتها ضد اليونان بعد خطاب رئيس الوزراء اليوناني أمام الكونغرس الأمريكي منتصف مايو الذي طالب فيه أعضاء الكونغرس أن يأخذوا في الاعتبار الوضع شرق البحر المتوسط فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة المحتملة لتركيا تركيا واليونان على خلاف منذ فترة طويلة بشأن قضايا عدة منها الحدود البحرية وامتداد الجرف القاري لكل منهما إضافة إلى قضايا المجال الجوي والمهاجرين وجزيرة قبرص المقسمة عرقيا ردت أثناء على اتهامات أنقرة عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها الذي أكد أن بلاده لن تنساق وراء خطاب التصعيد التركي وسترد بهدوء على أفعال أنقرة التي وصفها بأنها استفزازية رد يدعمه الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون الحليف الأبرز لليونان وأن الدداء بأي تشكيك في السيادة اليونانية على جزر بحر إيجا لكن لألمانيا موقف مختلف عن فرنسا يرى مستشارها أولاف شولت أن الوضع الحالي أي في أوكرانيا يجعل من الضروري أن يقف جميع أعضاء الناتو معا ويبتعد عن الاستفزازات فيما بينهم المتحدث باسم الحكومة الألمانية نقل عن شولت دعوته التركيا إلى التزام ضبط النفس تجاه اليونان مشيرا إلى أن اقتحام المجال الجو اليوناني والتحليق فوق الجزر اليونانية ليس أمرا مقبولا وقد تلعب برلين دور الوسيط بين أنقرة وأثناء بتجديد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده ملتزمة بحل القضايا المفتوحة بين اليونان وتركيا في حوار خاص وعلى أساس القانون الدوي لكن علاقة تركيا مشاهدين واليونان متذبذبة ولا تعرفوا هدوءا طويلا استأنف البلدان فعليا الحوار العام الماضي بعد توقف استمر خمس سنوات واليوم لم يصمد الحوار عاما حتى